تقارير الحقيقة طلعت في خلال الفترة الأيام القليلة الماضية بتشير إلى أن المنطقة النهاردة بقت يعني مش جاذبة للسياحة العالمية بسبب يعني أن الناس كلها في الخارج شايفين أن المنطقة منطقة صراعة ولكن الحمد لله هذه التقارير قالت الدولة الوحيدة المستثنى من هذا الموضوع هي مصر وأن مصر نجحت بالرغم من كل الاضطرابات الموجودة فإنها تحقق جذب سياحي وإنها الحقيقة قادرة على الصمود وهذا القطاع قادر على الصمود في مصر وإن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة جدا للعالم بالرغم من وجودنا في قلب الاصراع الإقليمي الموجود واللي بندعو إن شاء الله أن دايما مصر تبقى في أمن وأمان وبعيدا عن أي اضطرابات في هذا الشام وده الحقيقة بيقودني إلى أن احنا عملنا اجتماعات هذا الإسبوع مع السيد وزير السياحة والسيد وزير الإسكان على موضوع الخريطة السياحية وأن احنا هدفنا إتاحة أكبر حجم من المناطق اللي النهاردة إن شاء الله نكون بنستهدف من خلال هذه المناطق تشجيع الاستثمار السياحي لإنشاء أكتر من 200 ألف غرفة في خلال الخمس سنين القادمين وده هدف مهم جدا عشان نحقق فكرة التلاتين مليون سائح لمصر النهاردة بتستهدفهم في خلال الفترة القادمة تاني بأكد الغرف اللي موجودة النهاردة في مصر اللي مبنية وبتشتغل حتخلينا نصل إلى حد أقصى 18 مليون سائح في السنة ولكن عشان نصل إلى هذا الهدف محتاجين 200 ألف غرفة احنا بنشتغل هنا في العالمين وفي منطقة كل الساحل الشمالي على عدد كبير من الغرف اللي النهاردة تحت الإنشاء مناطق أخرى موجودة على ساحل البحر الأحمر ولكن ناقشنا أن يكون هناك عدد من الحواثز الإضافية اللي تشجع المطورين السياحيين خلال السنة والاتنين القادمين على الإسراع بإنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف السياحية وإن شاء الله حنخرج بهذا الكلام في خلال الفترة القليلة جدا القادمة بإذن الله فده أنا بس حابب أن أكد على هذا الموضوع أن الحمد لله القطاع السياحة قادر على الاستمرار والنمو وإن شاء الله نحقق الأهداف اللي كانت موجودة في هذا الشأن أيضا الحقيقة يعني في إطار منظومة السياحة أنا بتابع طبعا بناء على توجيه سيادة الرئيس جاهزية المتحف المصري الكبير للإفتتاح وحابب أن أنا أقول لكل المصريين أن المتحف تقريبا إحنا خلاص أنهينا كل الأعمال الخاصة بالمتحف وإحنا بنطور المنطقة المحيطة بالكامل بتاعت المتحف كلها ومش بتكلم على حتى النطاق المحيط بالمتحف ولكن بنتكلم حتى على المحاور والطرق كلها اللي بتؤدي إلى المتحف ويمكن أكيد حضراتكم تابعته التطوير اللي بيحصل على الطريق الدائري إحنا واخدين كل الوجهات المباني اللي موجودة على الطريق الدائري ده عشان في إطار برضو الشكل الحضاري للمنطقة بالكامل لأن هذا المحور هيبقى هو المحور الرئيسي اللي بيودي للمتحف الكبير لكن طبعا بنطور كل النطاق المحيط بدءا من مطار سفينكس لغاية المنطقة المحيطة بالمتحف نفسه وإن شاء الله يكون هذا المشروع العملاق يعني هدية مصر للعالم كله ولكن أنا اللي بقوله إن احنا إن شاء الله خلاص بنضع اللمسات الأخيرة تماما لإفتتاح المتحف ويبقى التوقيت المناسب لهذا الموضوع طبقا طبعا لي يعني رؤية سياسية في إطار طبعا الظروف اللي احنا شايفينها في المحيط المرة أخرى الإقليمي بتاعنا